السلام عليكم ورحمة الله أحبة أنا وعزاء أنا في كل مكان مسائل ورد على الجميع نبات الهيبسكوس ورد الزينة الجميل جدا والرائع نبات ممتاز وبنصحكم بزراعته عايزين أنا جبت اتنين عندي في الحديقة عايز أزرحهم وعايز أدي لحضراتكم نبزة عن طريقة التسميد والرعاية والإكثار وكيف نهتم به بنصحكم بزراعته جماعة النبات هذا أنا اخترت شتلتين عايز أزرحهم في البيت وفي فرق أهو هذه تربة تعتبر بيت مصعطينية وهذه تربة رملية وهنشوف كيف شايفين حتى هنتكلم عن الفرق كيف هنا لونها مصفر وضعيفة وكيف هنا الأوراج مخضرة طبعا هي عايزة نضافة أنا لسه جايبهم يعني وطبعا بنظفهم فترة المساء الأوراج هادي وبشيل عنها الطراب الجديم كله وهنقولهم يصلح إن انت تزرعوا في القصيص في البيت بس تأكد إن التربة تكون جيدة تصرف وفي تهوية في القصيص أو إن انت تزرحهم على طول في التربة في الحديقة عندك هذا النبات منه ألواني كتيرة أنا اخترت الأحمر والتانية اللي هي الأبيض اللي هو الشامي وفيه منه ألواني كتير جدا يا جماعة وشكله رائع نبات استوائي يعني عايز مناخ يكون حار رطب فتعودوا بالنسبة للرأي هنتكلم عنه إن إحنا دايما التربة أول ما تجف تديله مية يعني في الصيف ممكن تسجيه مرتين تلاتة في الإسبوع وفي الشتاء هتكون السقايا ضعيفة جدا هذا بالنسبة للرأي تكون دايما التربة شبه جفت من فوق أول سنطي تديله تاني ما تديهوش مية بزيادة ولا تخليه جاف لكن في النهاب يحب التربة تكون دايما رطبة ما تكونش جافة زيادة عن اللزوم هذا بالنسبة للرأي ومواعيده إن إحنا في الصيف حوالي ثلاث مرات في الإسبوع دايما تكون التربة رطبة هذا أول شيء في نفس الوقت التربة يا جماعة لازم تكون دايما يعني مليئة بالغزى يعني التربة السودة هذه شايفين طالع فيها ممتاز جدا ولونه مخضر غامج هنا هذا مصفر خالص لإنه طالع في تربة رملية ضعيفة ما فيهاش غزى كافي ليه فهذا فرق بين الاثنين وهذه أول ما جبتها كان فيها يعني الأسبوع اللي فات كان فيها وردتين كبار جدا أكبر من الحمرة هذي لونهم أبيض بمجرد ما نجلتها من المشتل وجبتها للبيت اتغير المناخ إلو صحيح تاني يوم على طول اللي جيت الوردتين واجعين على الأرض وهو طبعا النبات الوردة بتاعه جماعة بتلاجوه مفتح طول النهار وبالذات في أشعة الشمس وبيجي فترة الليل بلف وبضم وكأنه مكفول سبحان الله على بعضه بطلع النهار بفتح وبيكبر تاني ووروده كبيرة وجميلة جدا وكذا لون إذن اتكلمنا عن ريو واتكلمنا عن اهتمام بالتربة التسميد طبعا شيء شيء مرتبط به التربة موضوع التسميد التسميد يا جماعة حاولوا كل شهر اتسمدوا له التربة يعني أنا بمجرد ما هنقولهم عندي في الأرض لازم أحط كمية ورق شجر محلل كبيرة جدا أو يكون عندك بيتموس وفي نفس الوقت كل شهر اتعود إن انت على أجال تديله رشة خفيفة جدا بعيدة عن الجزور حوالين الحوض أو القصيص من بعيد كمية مخلفات طيور أو أي محليل تكونت تعملها ومتحتوي على نسبة بوتاسيومو حديد ونيتروجين وفوسفور يعني لازم مثلا مخلفات طيور من بعيد لبعيد تحطي له كل شهر شوية خفيف خفيف بس يكون دايما في التربة غزة يعني اسماد مخلفات طيور مع شوية أوراج شجر دايما الرملة لوحديها لا تكفي وهذا برضو محتاج يعني هذا دلوقت كده أنا هاعمله ميكس مع الرمال وشوية أوراج شجر وبعد ما حس إنها دقت أكتر في الأرض والورود كبرت معايا وفتحت هبدأ أزود برضو شوية مخلفات طيور مع أوراج الشجر يبقى تسميده زي ما قلنا ريه زي ما قلنا طريقة الزراعة جماعة إن إحنا أفضل وقت لزراعته الخريف والربيع يعني عايز تعمل منه عجلة هو طبعا تكاثره به بس خلينا نتكلم في الأول عن المناخ يعني إحنا عايزين نزرعه خليه دايما في الوقت هذا اللي إحنا فيه تسع عشرة في الخريف أو في الربيع تجليمه برضو يكون في أول الخريف نهاية الصيف أو في الربيع إكساره ممكن يكون بيئة البزور وممكن يكون بيئة العقلة العقلة اتكلمنا عنها كتير عقلة طرفية زي هادي ممكن نجيب عقلة تكون حوالي من 20 إلى 30 سنط فيها كذا برعن نقصها مثلا نيجز حتة زي هادي ونقصها من الحتة هادي بالزبط نشيل الأوراق كلها ونخلي فوق عنا مثلا حوالي أربع خمس وراجات الصغار مع الحتة اللي هتطلع الوردة والباقي هذا كله نضفه ونخليه فاضي وعلى طول نقصها بميل ونغرزها على طول في الطربة مثلا أو في الأرضية عندنا زي كده هادي أصلا كلها مزروعة عقل طبعا جماعة في المشاتل فهنغرزها في الأرض وتكون في الخريف أو في الربيع وممكن نغطيها بكيس بلاستيك مخرم من فوق ونسيبها تتجعد معانا حوالي أسبوعين ثلاثة وتبدأ إن شاء الله تطلع معانا البراعم الجديدة وممكن تعمل معانا ظهرة أو اتنين مع ري منتظم وما ننساش الشمس النبات هذا بيحب من 6 إلى 8 ساعات في اليوم شمس وإزرعه في مكان شمس مباشرة وفي نفس الوقت بيحب الرطوبة يعني في أجواء الشتاء حاول تكون أنت مفكر له من بدري إنه لما يجي الشتاء يكون أصلا في مكان مشمس ولو عندك المكان سقيع زائد وتلج حاول تاخده في أول الشتاء من البرد الزائد تحطه في مكان مضلل ثم تنجله على ممكن الشرفة أو مدخل البيت في مكان يكون ما بيصوروش طيارات الهوى أو البرودة اللي هي قليلة عن مثلا يعني خمس أربع درجات هيتعب جدا وممكن يموت أو يزبل معاك نهائيا لإنه استوائي وبيحب المناخ يكون حار رطب والتربة دايما تكون فيها رطوبة يعني دايما أول ما تحس إنها بدأت تجف وتنشف معاك تديله مية كل يعني ممكن ثلاث مرات في الإسبوع في الصيف وفي الشتاء حسب نشفان الأرضية فشايفين معايا لونه أصفر وما فيهوش أي ورود ووروده وجعت بسبب إن التربة ضعيفة جدا وليست غنية بأي غزة أو تسميد وما يحتاجش إنها تكون رملة فقط حتى لو في الحديقة اعمل في الحوض عندك حفرة وحط فيها شوية مخلفات طيور خفيفة مع أوراق شجر ثم الرمال أحطها عندك ورويها بانتظام ويكون مكان بيوصل الشمس المباشرة يوميا على طول بدون الشمس اللي بيتخلى لها ظل إذن اتكلمنا عن تربة وتكلمنا عن السقاية التكاثر في الخريفة الربيع ويكثر بالعقلة أهو زي ما حضراتكم شايفين ناخد عقلة زي كده أو يكثر بيه البذور اللي بتطلع لكن العقلة أسهل في الخريفة الربيع إن إحنا نزرع بيها وتكلمنا عن أنواعه وتكلمنا برضو عن الإكثار والري والتسميد والمناخ اللي بيحتاجوا من الشمس فقلت أدل لحضراتكم نبزة كيف بيكون ممكن يزهر معانا طبعا الجماعة هو بيزهر معانا من أول الربيع لآخر الوقت اللي إحنا فيه الخريفة بيدينا ظهور بهذا الشكل بيعملوا فترة سكون وعدم إظهار ممكن نقول في فترة الشتاء بعد كده طول السنة بيدينا نفس الورود لكن نحرص على الري المنتظم المكان يكون رطب وفيه شمس مباشرة والتسميد كل شهر خفيف خفيف أي نوع تسميد مع أوراق شجر من عندك لا يكفي البتموس ولا يكفي الرمال لازم تخصب له الطربة وتكون غنية بالمواد والفيتامينات عشان يبقى شكله رهيب ورائع ويكبر عندك ويرعرع هذا النبات معمر وممكن يوصل طوله لحوالي 3-4 أمطار شبه متسلق ممكن تزرع زوية البيت مدخل مثلاً وبيدي ورود رائعة وأجمل الألوان منه يعني فيه أبيض فيه روزي فيه برتقالي مصفر فيه أحمر بينكش يعني بصراحة رائع جداً ونصحكو بيه وجاب المنسى هذا هبسكوس يطلق هبسكوس أصلاً يا جماعة هذا زينة وما بيتكلش فقط للزينة لو بصينا لكلمة هبسكوس تاني برضو هنلاقي إنها هي نفسها الكركدي لكن الكركدي فصيلة منه تؤكل عشان كده لي يا صحاب أنا في جنوب شرق آسيا وفي أوروبا لما شافوا مرة عندي صور على الإنستجرام يعني استغربوا جداً وقالوا لي الهبسكوس بيتكل وممكن يتعمل يعني أقصد مش بيتكل اللي بيتعمل منه مشاريب وممكن يكون زي الشاي قلت لهم نعم فأنا فجئت إنه الكركدي هبسكوس لكن الكركدي إحنا بنعمل منه مشروب ورائع جداً لكن الهبسكوس هذا للزينة وهو نوع منه لا يتعمل مشروب ولا أي شيء فقط للزينة عشان ما نخلطش بين الاثنين هذا هيبسكوس النباتي الزينة الرائع والتاني برضو هيبسكوس لكن من نفس العيلة والفصيلة لكن هذا الكركدي وهذا هيبسكوس زينة حتى البامية الخطميات برضو من الأنواع فالبامية بتؤكل الكركدي العادي الهبسكوس بيتعمل منه مشروب ولكن هذا هيبسكوس الزينة عشان نعرف الفرق بينهم لأنهم عيلة كبيرة جداً بتضم حاجات زينة وحاجات يعني ممكن تتعمل مشروب لو بصينا هنا هذا الكركدي اللي إحنا الأصواني عنا في مصر اللي ممكن نعمل منه المنقوع والمشروب هذا كده هيبسكوس اللي هو الكركدي هذا بقى اللي ممكن ناخد العقل هادي برضو بعمل وردة وشكله جميل جداً لكن هذا اللي ممكن ناخد منه زي ما انتم شايفين ونعمل المنقوع بتاع الكركدي اللي عنا فلازم نعرف الفرق بين هيبسكوس اللي ممكن نشربه والهيبسكوس الثاني اللي هو نبات زينة فقط يدي شاكل جمالي رائع جداً في البيت يارب ما كنت نسيت أي حاجة وتكون كل المعلومات وصلت لحضراتكو وشايفين فرق التربة شبعمل هذه كان فيها وردتين كبار جداً وأنا أسف على التكرار بس عشان أوريكم أن التربة الرملية أو الغير خاصة لا تنتجوا مش هتديكوا أي حاجة والورج هيبقى مصفر لكن الورج الأخضر الرائع وأن انت تدي له تربة غنية وفيها سماد ومخلفات طيور وأوراق شجر ومحليل هيعمل معك شغل عالي جداً وهيديك أوراق حلوة ورائعة فيارب ما نكون نسينا حاجة ويكون الفيديو في كل المعلومات استوفت بنسبة لحضراتكو يارب الفيديو يكون لإعجاب نتمنى تدعموا الاشتراكوا وتكونوا معنا في القناة نسعد برؤياكو أخوك نعيم يحجياب كان بيمسي عليكو نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة